على لعيب كبير في النادي الاهلي أنا فعلا يعني عايزة اقول ان من عظمة النادي الاهلي انه هو ما بينساش ابدا 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 تاريخ نجومه لعيب ده حول اسمه في الاخر لما بيلعب تشعر فيه فعلا بروح الفنيلة الحامرة وبينيلها الجميع زميله برغم من انه هو اكبر اللاعبين سنة ويمكن لولا الاصابات المسم ده كنا شفنا كتير جدا 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 من نجمنا ده ولكن هي دي كرة القدم نجمنا ده نجم كبير جدا ليه تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي حقق بطولات خليني بقى اتكلم عليه حقق بطولات بتاريخ الاندية اكتر كمان من تاريخ الاندية او اكتر من الاندية اللي حقق بطولات في ال 11 سنة اللي هو انضم فيها للنادي الاهلي نجمنا ده انضم للنادي الاهلي في 2011 و11 يعني النهاردة يبقى له بالضبط 11 سنة حقق فيهم ايه خلينا نتكلم برضا بارقام حقق فيهم 21 بطولة معناها ايه ال21 بطولة في 11 سنة يعني تقريبا بطولتين كل موسم ده احنا بنشوف اندية في 11 سنة حققوا بطولتين ومليين الدنيا افراح وبيتبصوا يقولك انجازات واعجازات اقل من رصيد الحاوي حاوي النادي الاهلي كابتن وليد سليمان النجوم كتير في النادي الاهلي عايزة اواجه برضو رسالة للعبين الناشئين في النادي الاهلي على مدار جميع الاجيال كان اللعيب الناشئ وهو في النادي بيبص المين اي نادي مش عايزة اقول النادي الاهلي بالذات بيبص للفري الاول مين اللعيب اللي في الفري الاول مين النجوم اللي في الفري الاول واحد زي وليد سليمان كده وفيه غيره كتير في النادي الأهلي لكن أنا أتكلم على وليد سليمان دلوقتي ده قدوة أنا أقتضي بهذا اللاعب أنا ناشئ أبقى عيني على اللعيب ده على الكابتن وليد سليمان الفنيات مختلفة الموهبة طبعا الموهب قلت ولكن مش كل اللعيبة شبها بعض إنما بص على روحه هو بيلعب بص لما بينزل ده مرة نزل دقيقتين جاب جول وبعدين إيه يعني ما تضررش ولا حاجة المدرب قال له هتنزل دقيقتين نزل آخر دقيقتين أول ما نزل تجاب جول وما بيتكلمش ما بيعملش مشاكل ده لعيب قدوة أنا أقتضي به أنا كناشئ ويمكن من إيجابيات المرحلة اللي فاتت طبعا فيه سلبيات وإيجابيات وحنتكلم عليها في خلال الموسم اللي فاتت المنتهي معا عن جمه الكبار ولكن من ضمن الإيجابيات اللي حصلت في نهاية السنة اللعب بالناشئين ورّتنا رؤية للجميع فيه ناشئين زهروا بمستوى طيب فيه ناشئين لا لسه قدامهم يعني فترة فيه ناشئين يعني لا بعاد عن النادي الأهل ولكن الفرصة دي كانت فرصة جيدة لإثبات الوجود شفنا مصطفى شبير شفنا زياد شفنا محمد أشرف فيه ولد عجبني الماتش اللي فات ولكن ما خدش حقه بس أنا عايز أتكلم عنه اسمه محمد أحمد شرقية سردباك أنا وانا صغر كنت بتفرج على لعبة النادي الأهلي كان فيه عندهم فريق اسمه فريق الأمل النادي الأهلي زماني كان مسكوك كابتن مفتي إبراهيم وكانت دكتورة عمرة أبو المجم وكانوا بيلفوا في جميع المحافظات بيلعبوا فريق الأمل ده كان من ضمن فريق الأمل طبعا مع الفارق الكبير كابتن مار همام فالكابتن مار همام كان ملفت جدا مستوى في السن ده بالنسبة لصغر سنه لا كنت تحس ان هو هيبلعيه بكبير ولما تيجي تتكلم عن منتخب مصر عبر السنوات كبيرة جدا 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 وكتيرة جدا أنا بتقول لواحد حط منتخب مصر حط أسماء منتخب مصر التاريخي لازم الكابتن مار همام يكون متواجد مع الفارق الكبيرة في الإمكانيات إنما طلعت شرقية بتفكرني بتفكرني مع الفارق الكبيرة بتفكرني طلعت الكابتن مار همام زمان واحد بيلعب على قد إمكانياته واحد بيلعب بروح عالية جدا 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 عنده تصميم وإرادة وإصرار إنه يبين إنه لازم يكون له دور يعني أنا معينه يعني ما كانش بارز قوي إنما كانت تعيني عليه الماتش اللي فات عجبني عجبتني روحه عجبتني إصراره عجبتني العزيمة بتاعته عجبني إنه هو عنده إرادة عايز يقول إن أنا هنا حتى لو بغلط لا بنسل الغلطة وبعدين بفكر في الكرة اللي بعدها بحاول إن أنا أثبت للناس إن أنا جدير بارتداء الفنية للحمر عجبني بس ولكن أهم حاجة في الحتة دي بقى إيه الاستمرارية ممكن يكون له دور الفترة اللي جاي ممكن ممكن ما يكونش لي دوره ويروح عارة ويرجع تاني ممكن برضو دي كلها رؤية المنظومة في النادي الأهلي والمدير الفني موسيقى